السلام عليكم جميع الطلبة الاهزاء النهاردة ان شاء الله هنبدأ سكشن من سكاشن مايكروبيولوجيا تطبيق العملي ومع السيلاج او الصايلاج. لو جينا نتعرف عن ايه هو السيلاج او الصايلاج بنقول للسيلاج هو عبارة عن العلف الاخضر اللي بيتم حفظه في الصوامة عن طريق التخمر اللاكتيكي اللي بيحصل عن طريق بكتيريا حمض اللاكتيك وده لاستخدامه في الاوقات التي لا يتواجد فيها العلف الاخضر. يبقى الصايلاج هي عملية حفظ العلف الاخضر عن طريق التخمر اللاكتيكي. تمام. ايه المحاصيلة اللي بيصنع منها السيلاج? المحاصيلة اللي بيصنع منها السيلاج هو اي محصول بيعطي انتاج وافر من العلف الاخضر نسبة الرطوبة فيه بتبقى عالية ونسبة السكر فيه بتبقى حوالي 18% زي محاصيل ايه زي محاصيل البرسيم محاصيل الحبوب زي الدرة والسرجم او مخليط النجليات والبقوليات او عباد الشمس بنجر السكر الفيل السوداني او مخلفات الصناعات الغذائية زي بجاس القصب السكر لب البنجر مخلفات تصنيع الخضر والفاجهة اكتر النباتات شيوعا في صناعة السيلاج بيعتبر الدرة الشمية والمواد دي بتتبين من ناحيتين الناحية الاولانية هي الحاجة لاضافة مواد حفظة لها والنقطة التانية هي القيمة الغذائية واستساغة العلف من الحيوان هل الحيوان هيقبل عليه لما نقدمه له في عملية التغذية ولا لا طيب لما نجي نتكلم عن مزايا وفوائد السلاج هنلاقي انه ليه فوائد كتير جدا اول فايدة فيه انه حفظ محاصيل الاعلاف الخضر في صورة سيلاج بيؤدي لتقليل الفائد الناتج عن التخزين الجاف بيحتفظ السلاج بنسبة اعلى من الطاقة والبروتين والكروتين وذلك مقارنة بالاعلاف الجافة زي الدريس بيمكن توفير السلاج كعلف حيواني في اي وقت من السنة باقل التكاليف بيمكن حصود اجزاء المحاصيل اللي بيهايصنع منها السلاج تحت اي ظروف جوية ويمكن العمل تحتها في الحق ايضا فان نسبة زيادة نسبة الحشائش في الاعلاف الخضرة بتعطي دريس سيء لكن بيمكن حفظها في صورة سلاج جيد يتميز السلاج بنكة طيبة وطعم مستسيغ وبتقبل الحيوانات عليه مما بيزيد من تحسين الانتاج الحيواني بيتم القضاء على نسبة كبيرة من الحشائش لان بزور الحشائش بتفقد قدرتها على الانبات عند حفظها بطريقة التخمر اللاكتيكي وبالتالي في ان تكرار ان انا بقرر عمل السلاج بيقلل من انتشار الحشائش في الاراضي الزراعية كذلك بيؤدي السلاج لارتفاع معامل هضم المركبات الغذائية نتيجة الفعل المايكروبات والانزمات النباتية بيمكن استخدامه كبديل بجزء من البرسيم مما يؤدي لتخفض مساحة البرسيم مزرعيتها بالامح بتصنيع السلاج بيؤدي الى اخلاق الاراضي مبكرا شهر عن زراعة العروة الجديدة من الضرو او من اي محصول اخدر بيستخدم في عملية السيلاج بيصنع السيلاج عن طريق استخدام الاحطاب النباتات وبالتالي بيؤدي الى تخلص البيئة او تخليص البيئة الزراعية من الاحطاب اللي بيعتبر مصدر للحرائق والافات وده بدوره بيعمل على تقليل تلوس البيئة من مزايا وفوائد السلاج ايضا انه بيمكن ضغط السلاج في حيز محدود وبالتالي بيحتاج لمساحات تخزين اقل لا توجد فرصة للاشتعال الذاتي والحرائق كما في حالة الدريس او الاعلاف الجفة اثبتت الدراسات والبحوث الحديثة ان السلاج اكتر اهمية في تغذية حيونات اللبن خاصة في الصيف عند قلة الاعلاف الخضرة ازاي بقى هنعمل السلاج رقم واحد بيتم حصاد النباتات في الطور الامسة للحصاد بعد كده بيتم تقطيع النباتات لقطع صغيرة ثم تدك فيه الحاويات او الاواني او الحاويات المخصصة لعمل السلاج في ما يسمى بالسيلو المعاملة بمحلول حامدي بعامل بعد كده النباتات بعد المباقات طحة بمحلول حامدي وده للاسرع من خفض البي اتش حيث يتم استخدام معاملة فيرتنون والتي تتكون من محلول حمض الميكروبات الهوائية بنسبة او حمض الهايدروكلوريك بنسبة اربعة الواحد بمعدل اربعة الواحد لكل كيلو جرام من النباتات او المعاملة بمحلول سكري لسرعة ونشاط والتوفير وسط لاهوائي زائد حمودة عالية بالتالي بيضاف مية ملي ملاس لكل خمستاشر كيلو جرام من النباتات بحيث يصل تركيز السكر في الملاس لأربعين في المية علشان اصرع من تنشيط ميكروبات حمض اللاكتك زائد توفير الاوساط اللاهوائي طيب يبقى بعد ما جبت النباتات وقطعتها وحطتها في الحاويات وعملتها بمعاملة المعاملة الحمضية لحمض الهايدروكلوريك لحمض الكابريتيك اربعة الواحد او المعاملة السكرية يدية دي بعد كده بيحصل دك للنباتات في الحاويات وبغطيها بالقماش وبيدون عليها نوع المعاملة والتاريخ قد تخلط بعض النباتات مع بعضها حيث انه نفضل استخدام محصول بوكولي زائد محصول سكري او بقياه حتى تتم عملية التخمير بواسطة التعاقب الميكروبي طيب بيتابع تطور نطج السلاج لمدة خمستاشر يوم وده عن طريق سحب عينات دورية كل خمس ايام والعينات دي بتابع فيها تغيرات حسية كيميائية مايكروبيولوجية منذ التصنيع وحتى النطج وبذلك بيكون السلاج صالح لتغذية الحيوانات بعد انتهاء عملية النطج طيب ايه هي التفاعلات اللي بتتم علشان يحصل نطج للسلاج عن طريق استخدام الميكروبات التفاعلات دي بسميها تفاعلات التخمر او ايه نوع من انواع التفاعلات التخمر دي التخمر اللاكتيكي او مين من الميكروبات اللي بيقدر يقوم بهذه النوعية من التخمرات بكتيريا اسمها بكتيريا حمد اللاكتك بكتيريا حمد اللاكتك دي بتعمل ايه بتعمل انها تستخدم السكر اللي موجود في الانساجة النباتية وتحوله لاكتك اسد لاكتك اسد هنا هو ده عامل الحفظ طيب مين المايكروبات اللي بتقوم بكده نوعين من المايكروبات النوع الاولان اسمه الاستريبتوككاي الاستريبتوكاي هي مايكروبات حمد اللاكتك السباحية يتنشط اولا لانها بتحتاج بي اتش اعلى او بي اتش اقل حمدية يتنشط وبستخدمها للسكريات اللي موجودة في الانسجة النباتية وانتاق حمد اللاكتك حتى بيصل رقم الحمودة لأربعة ونصف. البي اتش بيوصل لأربعة ونصف. هنا بيقف نشاطهم نتيجة الحمودة المنخفضة وبيمكن فحصها بعد نهاية الأسبوع من الأسبوع الأول من عملية التخمر ومنلاقيها تحت المايكروسكوب مايكروبات قروية آآ في شكل سبحي. طيب مجابة لجرام طبعا. النوع التاني من المايكروبات اللي بينشط آآ بعد نمو الاستريبتو كوكاي واستخدامها للسكريات ثم وقف نموها عندما يصل درجة الحمودة لبي اتش اربعة ونصف بينمو بعد كده نوع من المايكروبات اسمه اللاكتوباصلاي او بكتيريا حمض اللاكتك العصوية ودي بتستحمل بي اتش اقل من اربعة ونصف. بينمو في الدرجات المنخفضة من الحمودة وبيقوم بتخمير باقي السكريات آآ في الانساجة النباتية لحمض اللاكتك. بتسمى ظاهرة آآ آآ التتابع نمو المايكروبات بالتتابع المايكروبي. يبقى في في التخمر اللاكتيكي آآ لصنع السلاج بتنمو الاول الاستريبتو كوكاي بتستخدم السكر اللي موجود في النباتات بتخفض البي اتش لحد ما بيوصل الاربعة ونصف وبعدها بيتوقف نموها. بينمو بعدها نوع اخر من بكتيريا حمض اللاكتك العصوية اللاكتوباصلاي بتستخدم باقي السكريات اللي موجودة في الانساجة النباتية وتخفض الحمودة اكتر من اربعة ونصف آآ 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 لحفظ السلاج عن طريق آآ خفض رقم الحمودة. فيما يعرف بظاهرة التتابع المايكروبي. آآ ومن هنا بقول شكرا آآ آآ وإلى اللقاء فيه السكشن القادم بازن الله. اشتركوا في القناة